اشتركوا في القناة في القصر الرئاسي مع قائد قوات برخان الفرنسية في شادة والذي انتهت فترة مهامه كقائد لقوات برخان حيث سمح اللقاء بالتطرق حول تعزيز التعاون المشترك من أجل محاربة الإرهاب في دول الساحل الخمس تقرير عثمان عبدالغاني إدريس أصبحت اليوم تؤاني بسبب الإرهاب الذي بدأ ينتشر مؤخرا في دول الإفريقية الساحلية مما دفع جمهورية فرنسا خلق قوى عسكرية لمساعدة هذه الدول أضلق عليها اسم قوات برخان قائدتها في شاد من أجل مهاربة الجماعات الإرهابية والتخلص منها باعتبارها بدأت تحدد أمن واستقرار الإقليم فبعد سنة قضاها كغاية لهذه القوات جاء اللواء برينو جيبير المنتهى فترة أمله القصر للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو رفقة السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوست وعدت من الضباط العسكريين بقوات البرخان اللواء برينو الذي انتهت فترة أمله لقيادة هذه القوة ونسبة لما قدمه من جهود منهو اسام ضابط النظام الوطني الشادي من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو المقابلة التي هضرها الوزير المنتدب لدى رأس الجمهورية المكلب بالدفاع والمحاربين القدامى والضهايا الحرب ووزير الخارجية والتكامل العفريقي والتعاون الدولي والمحجر ومساعدين رئيس الجمهورية بالأمان الأم والمكتب المدني والعسكري تطرق فيها اللواء برينو جيبير قايت قوات البرخان بدول الساهل ليطلئ فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو عن العمال المدانية التي تقوم بها البرخان في دولة مالي وبرك نافاسو في دأم مساعدة قوات دول الساهل الخمس التي تحارب الجماعات الإرهابية والجرائم عابرة الحدود كتجار السلا والمخدرات ومحربي البشر عبر الشريط الساحلي كما بحثوا التعاون المشترك بين الحكومة الشادية وقوات البرخان بالإضافة إلى الألاقات بين فرنسا وشاد في شتى المجالات قوات البرخان تعمل وتنشط من أجل التصدي لمختلف أنواع الجرائم الإرهابية والتصدي للإرهابيين وتعطيل نشاطهم بغرض بسط السلام في إقليم الساحل كما استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو أعضاء اللجنة السياسية النقدية لبنك دول وسط إفريقيا بقيادة رئيس المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا وتركز اللقاء حول تقييم متوقعات الاقتصادية في الدول المجموعة في المرحلة القادمة تقرير الحبيب حامد محمد المنظور الكل للموازنة المالية والاقتصادية برؤية واسعة على المستوى العالمي والقاري وفي فضاء السماك هو بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو مع ضاء لجنة السياسة النقدية لبنك دول وسط إفريقيا المعروف اتصارا باسم البياسي ترأس الوفد في هذه المقابلة رئيس المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا السماك البروفيسير دانييل اونا أندو وجاءت هذه المقابلة تتويجا لاختتام عمال الدورة الثانية للجنة السياسة النقدية للبنك والتي احتضنتها العاصمة أنجمينا منذ أيام بمشاركة وفن من بنك تنمية دول أفريقيا المركزية وسندوق تنمية دول السماك ولجنة التدقيق المالي دول وسط إفريقيا الكوباك والذين يعتبرون شركاء أساسيين لبنك دول وسط إفريقيا وفي هذه المقابلة استعرضت اللجنة لفخماته الوضع الاقتصادي والنقد الأخير للمجموعة الاقتصادية والنقدية السماك وأن التوقعات بكل مستوياتها على المدى المتوسط والقصير والطويل وتوقعات آم 2018 والتي من المفترض بأن تشهد انتعاشا خلال الأعوام القادمة لأن سعر برميل البترول متوقعا بأن يشهد نموا هو الآخر علاوة على ذلك الاتفاقية المبرمة بين المجموعة وسندوق النقد الدولي إضافا إلى صدراتها الأساسية في الأسواق العالمية كل هذه الملفات تم تطرق إليها مع فخامة رئيش الجمهورية وكما جاء في البيان الصحفي الذي قدمه سيد عباس محمد تولي حاكم البنك يوم أمس أحاط فخامته أيضا بالتدابير الرامية إلى تصحيح الوضع الخارجي لدول المجموعة مع الإشارة إلى تسجيع البنك في إدارة المشاريع واستمراريتها دون تأخير وباعتباره الرئيس الدولي لمجموعة السماك فإن فخامة رئيش الجمهورية إدريس دابي إتنو أعطى لمختلف رؤساء اللجان في هذه المقابلة تعليمات بضرورة الإسراء في تميل المشاريع الحيوية في الدول الأعضاء وأبرزها تلك التي تساعد دول المجموعة في النهوض اقتصاديا حاكم بنك دول وسط أفريقيا السيد عباس محمد تولي أكد عقب المقابلة بأن عجلة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء تشهد نموا ملحوظا مع مطلع العام القادم وقال أيضا بأن المجموعة تلقت تعليمات من فخامته بضرورة الإسراء في تميل المشاريع الحيوية في الفضاء نهاية سنة 2018 النمو اقتصادي يقوم يعني حوالي 5.2% هذا النمو أعالي بمقارنة دولة الأخرى فالسبب هي نسبة إنتاج بترول يكون مرتفق وكذلك أسيار البترول في السوق العالمي يكون مرتفق التوجيهات يعني بخص التعاون بين الموسيستين من أجل تمويل مشاريع التنمية في الشات وكذلك في البلدان الأخرى في سماء المقابلة كانت بحضور وزير المالية والميزانية ووزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والمدير الوطني لبنك دول وسط أفريقيا ومديرة المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية إن زيارة التي قام بها يوم أمس رئيس مجلس الوفاق الوطني الحكومة الليبيا فايس مصطفى سراج العاصمة جمينة واللقاء فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبي إتنو تؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يليه رئيس الجمهورية دريس ديبي إتنو لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا حول نتائج جازي زيارة نتاب التقرير الذي عده زميل أحمد آدم محمد تكمن أهمية زيارة رئيس مجلس حكومة الوفاق الوطني الليبي إلى شات في العلاقات التي تربط البلدين شات وليبيا علاقة الصداقة والجوار والمساحرة والتداخل الاجتماعي فايز مصطفى السراج جاء إلى شات في زيارة استغرقت عدة ساعات التقى من خلالها بأعلى سلطة في البلاد الزيارة سمحت بمناقشة ملفات عديدة خاصة المسائل التي تربط البلدين ونقاط عديدة تخص دولة ليبيا لقاءاتنا صدر من خلالها بيان نهائي شمل عدة نقاط مهمة أبرزها إعادة تفعيل نشاة تجمع الدول الساهل والصهراء التي تعتبر شاد وليبيا دمن الدول المؤسسة له إعادة تفعيلها للعمل من أجل مصراحة الدول الأعداء وعقد الاجتماع الدور الرباعي الذي يضم وزراء الدفاع والأمن والخارجية بدول شاد والسودان وليبيا والنيجر فيما التعاون بين شاد وليبيا لتأمين الحدود بينهما ضد عمليات التهريب والتجارة الغير شرعية وتنامي النشاط الإرهابي والهجرة تظل حيوية أما ما يخص قضية حل المشاكل بين الفراقاء في ليبيا تدعو شاد لأن يحل الأشقاء في ليبيا مشاكلهم الداخلية بأنفسهم ودون تدخلات خارجية ونظرا للموقع المهم الذي تمتاز به شاد في موقع هذه من الدول الجوار الليبي تسعى الدولتين لتطوير حسن هذا الجوار والتعاون المشترك من أي وقت مضى من ذلك نلاهز الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين ووحدة مواقفهما في المحافل الدولية قدم صباح اليوم السفير الصيني الجديد نسخ من أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي شريف محمد زين كسفير لبلاده في جمهورية شاد علما بأن العلاقات الشادية الصينية تشهد تطورا وتقدما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك تقرير زدين الأمين نصر انفتاح شاد على كافة المجالات الأسيام الدولوماسية منها جعلها محط أنظار كثير من الدول على المستويين القاري والعالمي وتمتيلا لجسر هذا الانفتاح وتوطيضا للعلاقات الرابطة بينها وبين جمهورية الصين الشعبية فقد تسلم وزير الخارجية والتكامل الأفريقي شريف محمد زين نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى البلاد سعادة لي جين جين سفيرا مطلق الصلاحية لجمهورية الصين الشعبية لدى شاد السفير الجديد وبعيد تقديمه لنسخة ملف اعتماده قال إنه يسعى لاستكمال ما بناه أسلافه سيام التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليم العلي وفتح آفاق لتعميق العلاقات إلى أبعد حد ممكن بناء على استراتيجية وضعها للرقي بحجم التعاون القائم بين انجمين وبكين وأن الهفوات التي تحدث من حين لآخر لا يمكن أن تثني البلدان عن المضي في تحقيق آمال وتطلعات الشعبين واستطرد بأن شاد تعيش استثبابا أمنيا منقطع النظير في كثير من الدول على المستوى القري هذا وتجمع البلدان جات والصين علاقات متميزة منذ غابر من الزمن بناها زعما البلدين أطلق صباح اليوم بأحد فنادق العاصمة جمينا وزير المناجم والجيولوجيا يوسف أبا صلاح الحملة التوعوية حول دور أفراد شرطة المناجم في تنمية هذا القطاع تقرير زينب أحمد أبد الله في إطار تكوين شرطة المناجم ترأس وزير المناجم والتنمية الصناعية والتجارية وتطوير القطاع الخاص يوسف أبا صلاح فعاليات اليوم الإخباري والتوعوي حول دور شرطة المناجم في الحفاظ وتنمية هذا القطاع هذا وقد ألقى الوزير خطابا تناول فيه مسألة تنظيم قطاع المناجم مما أدى إلى اتخاذ عدة إجراءات لا سيما تأسيس إدارة شرطة المناجم التي ضمن هيكلة الوزارة وذلك لوضع حد لإشكاليات الاستخراج العشوائي والغير قانونية للموارد المعدنية وأشار وزير المناجم والتنمية الصناعية والتجارية وتطوير القطاع الخاص إلى أن دور شرطة المناجم ينحصر في الآتي وضع حد للأنشطة الأشوائية للاستخراج المناجم تدقيق ضبط المنتجات الفنية المعدنية لتجد مداولات طبيعية حصر مبيعات المناجم ومنع عمليات التهريم السهر على مراحل استخراج المناجم وتنظيمها بموجب توجيه الدولة مساندة مراقبي مواقع المناجم من ناحية تحصيل ضرائب عمليات الاستخراج وأخيرا هنأ الوزير منظمي اليوم الإخباري والتوعوي وطالبا تفعيل هذا اليوم متمنيا لهم النجاح لازلت تواصل مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى نشاطتها الخيرية لصالح الشاديين في العديد من الجوانب الإنسانية والاجتماعية وصحية حيث أجرت المؤسسة خلال هذا الأسبوع عمليات جراحية في الأمراض الخلقية لصالح ثلاثين طفلا جاءوا من مختلف أقل من البلاد تقرير رشاد حسن طه في إطار مساعها رامي لحل قضايا أمراض الأطفال المستعصية خاصة أولئك المصابين بالأمراض المتأزمة لا تزال تواصل مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هندي بيجنو في السعي لمعالجة أمراض الأطفال هذه المرة الأطفال جاءوا من مختلف أقل من البلاد العملية التي أجريت هذه المرة لصالح الأطفال في الأمراض الخلقية والتي أجرها الطبيبين محمد نورا بكر وأوليفي أثلجت صدور أولياء الأمور أماليات فانت لابيال بسمو خشم الأرنب في الريال وهي مرات كونجنطال يعني الريال ديال لوم فوغة وأماليات فانت للمباريين في الريال ديال للمباريين من البلاد اجهد في الريال الريال ديال لالومة ديال لإلا للمباريين من البلاد ترجمة نانسي قنقر أولياء الأمور بدورهم أشادوا هذه المرة بالشيء الكبير الذي تقوم به مؤسسة القلب الكبير في معالجة أطفالهم شكراً 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 شكرا شكرا الله بارك الله يطلق دبي جبتا الشغل ناكاس مغرا شغل الجيل من دنيا الله بارك الله يطلق قطف ميزان هذه العملية التي استفاد منها ثلاثون طفلا جعلتهم اليوم سعداء بعد أن فقدوا الأمل لكنهم اليوم مشافين معافين بنجاح هذه العملية شكرا ظهر اليوم بمقر منصقية الإطار الوطني السياسي حفل تسليم وتسلم المهام بين أعضاء المكتب السابق والجديد المكون من عشر عضوا بقيادة الأمين العام لحزب الحركة الوطنية الإقاذ محمد زينباد عبازة ونأي به رئيس حزب الحريات من أجل تنمية محمد أحمد الحبو تقرير أبدالله روبر بعد سراء طويل بين تلك الأحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية الرئاسية فيما يتعلق بكيفية تكوين مكتب المنسقية للإطار الوطني للهوار السياسي حيث توصلت تلك الأحزاب إلى حلول سلبية بعد انتقاب المكتب التنفيذي للإطار الوطني للهوار السياسي بطريقة ديمقراطية وبحث القصوص جاء الحفل الرسمي الذي نظم من أجل تسليم محام إدارة المكتب التنفيذي للإطار الوطني للحوار السياسي الذي يتكون من عشر أضوا بقيادة الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد زينبادع ونائبه الدكتور محمد أحمد الحبو زعيم حزب الحرياد من عجل التنمية بكونا اليوم السياسين متفقين للسياسة إدرس ديبي متفقين حسب اليوم الجاد يعني ما دائرة حرب ما دائرة مشاكل كتير وكيف نساند الرئيس وكيف نساند الحكومة ونمشو للانتخابات بكل نية واحدة وقلب واحد شان داخلتنا الهوار ده المكتب الجديد للإطار الوطني السياسي عموما يتكون من ثلاثين عضوا بينهم خمسة عشر عضوا ينتمون للأحزاب المعارضة وخمسة عشر عضوا يمسلون أحزاب الأغلبية الرئاسية ويعملون في أرضية مشتركة في إطار المشكلات السياسية التي تقف حاجزا أمام تلك المشاريع التنموية بالبلد بعد في معرفة الأوضاء الاقتصادية في فضاء منطقة السماك نظم هذا المؤتمر الصحفي الذي أقده مساء أمس حاكم بنك مجموعة دول إفريقية المركزية عباس محمد تولي مع وسائل العلام العامة والخاصة تقرير أحمد ياسين أبد الرحمن في ظل التحولات الاقتصادية الرهنة في العالم ومواكبة وتماشيا مع هذه الأوضاع الجارية في فضاء السماك من ناحية الاقتصادية والنقدية عقدت لجنة السياسة النقدية لمصرف دول مجموعة إفريقيا المركزية السماك مؤتمرها العادي بمدينة جمينة لدراسة عدة نقاط أساسية وهي معاذلة عملة الفرنك سيفا مع الإيرو ومسألة ضمان الفرنك من قبل فرنسا والاستقرار الاقتصادي بدول الفرنك وغيرها من النقاط جاءت ضمن محاور المؤتمر الصحفي لحاكم بنك دول مجموعة إفريقيا المركزية السماك السيد عباس محمد تولي مع الصحافة الوطنية وخلال المؤتمر عرض تولي معدلات النمو والتضخم لعامي 2017-2018 مقارنة مع توقعات العام 2019 الدول السماك في إطار البرنامج والسندوق الدولي وعيدا هناك مساعدات من قبل البنوك الدولية وفي إطار التعاون مع بعض البلدان وبلا قسم الفرنسا فهذا يساعد على أساس التحديات تحديات بنسبة لأننا في السنين المقبل يكون قليل وخلال المؤتمر طرح عدد من الصحفيين أسئلة للسيد عباس تولي حول الإجراءات والرؤى المستقبلية لإنعاش الاقتصاد بدول الإقليم فرد الحاكم انقضت مهلة الاثنين وسبعين الساعة التي منح رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لعمد دوائر بلديات العاصمة انجمينة وللقوفه على ما تحقق على أرض الواقع تجول فريق من التلفزيون في مختلف دوائر العاصمة انجمينة الزميل آدم حسن المكاوي رافق الفريق وعدلنا تقرية تالي عندما بلغ السيل الزبا في قضية نظافة العاصمة انجمينة وسوء إدارة مسؤولي بلديات دوائر العاصمة فجر الرئيس الجمهورية مفاجأة من العيار الثقيل مفادها الإصلاح أو الإجراء الحكومي الصارم في مدة أقصاها 72 ساعة فقط فهب عمد الدوائر العشر لإصلاح ذات البين واغتنام فرصة الإصلاح حتى لا يؤول الأمر إلى ذاك الإجراء وفي وطيرة متسارعة لتقدم ما تأخر انقضت مهلة 72 ساعة بلمح البصر ولا جديد فيها يذكر ولا قديم يستحق الذكر شوارع العاصمة انجمينة في مختلف الدوائر تعج بالأوساخ العائمة والقائمة على أطراف الطرق الرئيسية التي قد أضحط طرقا برمائية بسبب عامل المياه الذي ترسب على رأس الطرق لعدم وجود مجار مائية أو لعدم تسليكها في ظل معاناة المواطن الذي يترقب ويسأل أكم سيطول المخاض في هذه الحالة متأملا في تدخل رئيس الجمهورية الخيل رئيس الجمهورية الخير رئيس الجمهورية الخير يجب الناس الذين يخدمون في البطل والناس الذين لا يخدمون إذن قال المواطن ما عنده وكشفت الكاميرا النقاب وبقي الفصل والحكم في المسألة شهد مقر محد بحوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية اجتماع عمل بين المدير العام للمعهد الدكتور آدم جوجة والوفد المغربي الزائر بقيادة الدكتور خالد الثدلاوي وذلك من أجل تبادل وجهة النظر حول تنمية الثروة الحيوانية بين البلدين تقرير محمد عثمان بشير في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين جمهورية تشاد والمملكة المغربية جاءت هذه الزيارة التي قام به وفد مغربي يمثل المجمع البيولوجي والكيمياء لصحة الحيوانية بقيادة مديرها العام الدكتور خالد الثدلاوي حيث عرد الثدلاوي مختلف تلك الخدمات التي تقدم من قبل مؤسسته في مجالات صناعة الأدوية واللقاحات والبحث العلمي في قطاع الثروة الحيوانية وأضاف خالد الثدلاوي أيضا بأن مؤسسته التي تسمى اختصارا بم سي سانتو آنيمال مستعدة لتقديم ما يمكن من أجل المساهمة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في تشاد هذا وبما أن تشاد تعد من بين تلك الدول التي تتمتع بثروات حيوانية هائلة تقدر بأكثر من 113 مليون رأس من الثروة الحيوانية حسب آخر تلك الإحصاءات التي وجريت بمحة بحث ثروة الحيوانية من أجل التنمية يريد فإن مديرها العام الدكتور آدم جوجة قدم للوفد المغربي الذائر شروحات مفصلة عن عمل هذا المحة وأوضح لهم أيضا بأن المعهد سيستفيد من خبرات هذا المجمع المغربي في تطوير مجالات البحث العلمي وصناعة الأدوية وتدريب الباحثين والعملين في هذا القطاع هذا ومن المتوقع أن تتوجه هذه الزيارة بالتوقيع على بروتوكول التعاون بين المؤسستين سيكون أساسا لتبادل الخبرات والمعلومات بين معهد بحوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية في شاد والمجمع البيولوجي والكيمياء للصحة الحيوانية بالمغرب دعما للعلاقات شادية سودانية التي تربط البلدين قام محافظة أسونغا محمد أبد الكريم علي بزيارة لمدينة الجنين السودانية ولاية تغرب درفورة بهدف تقديم التهاني الوالي الجديد للولاية تقرير زميل محمد هارون بوغرين تندرج هذه الزيارة التي قام بها محافظ محافظة أسونغا والوفد المرافق له إلى مدينة الجنين حضرة ولاية غرب درفور والتي تأتي في إطار تقديم التهنئة والتبركات لوالي الولاية حسين ياسين حمد بتوليه زمان قيادة ولاية غرب درفور وذلك تأكيدا على أمق العلاقات الجزورية المرتبطة بين البلدين والشعبين محافظ محافظة أسونغا محمد أبد الكريم علي قدم خطابا ضعفيا هنأ من خلاله ولولاية غرب درفور هسين ياسين حمد بتعيينه حاكما لقيادة ولاية غرب درفور مشيدا بالعلاقات الوشيدة والوطيدة بين البلدين والشعبين وتجسيد الروح التعاون المشترك بين ولايتي وداي وغرب درفور الذي يترجم السياسة الأمنية والسلام وحرية تنقل الأشخاص وممتلكاتهم التي رسم خارطة طريقها صاحبي الفخامة إدريس دبي إتنو رئيس جمهورية تشاد والمشير أمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان وفي شميم أجندة اللقاء الأخوي أعربا ولولاية غرب درفور هسين ياسين حمد عن أميق شكره وتقديره لمحافظ محافظة أسونغا أكدا بأنه سيقوم بزيارة مماثلة بهدف تعزيز وتقوية الروابط الجزورية وفي ختام فعاليات الزيارة الودية قدم محافظ محافظة أسونغا هدايا رمزية لوالي ولاية غرب درفور وذلك تمكينا للروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين جرى صباح اليوم حفل تسليم وتسلم بمقر القيادة العامة للقوات المشتركة تشادية السودانية بمدينة أبشة حضرة القليم والداي حيث ترأس مناسبة الحفل للقائد العام لجيش الوطني الفريق الأول إبراهيم سعيد محمد حيث سلم مهام قيادة القوات المشتركة القائد السابق العميد بخيد عبد الكريم قوني للقائد الجديد للقوات المشتركة العميد عثمان بحر محمد إتنو الذي يعين في الأيام الماضية وبهذه المناسبة فقد طلب القائد العام للجيش إبراهيم سعيد محمد من الضباط العميلين في القيادة باحترام أوامر القائد الجديد وذلك من أجل حفاظ على الأمن والاستقرار بالمناطق الحدودية للقوات المشتركة كل من البلدين شاد والسودان وسألنا فيكم بتفاصيل أوفى في نشراتنا القادمة نظمت وزارة البيئة والمياه والصيد بالتعاون مع منظمة اليونسيفة ورشة قيمية لخارطة الطريق الخاصة بالنظافة كان ذلك بحضور منتسبي مختلف الوزارات والجمعيات المعنية بالنظافة تقرير محمد طه الصالح بناء على التوصيات التي أصدرتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للأمومة والطفولة عام 2017 الخاص بالنظافة الصحية تم إعداد خارطة الطريق لدراسة النظافة الصحية حتى عام 2030 تحت شعار لا للتغوض في الأراء والذي اجتمل على دراسة التبرز في الأراء في المناطق الريفية جاءت الورشة المعنية لدراسة خارطة الطريق ووضع الاستراتيجيات الكفيلة التي من شأنها محاربة هذه الظواهر وإيجاد بيئة صحية خالية من الأمراض سيما الأطفال في المدارس وهذا يدخل ضمن سياسة الحكومة حول الاستراتيجية للنظافة المشاركون ناقشوا كل الجوانب الفنية والصحية التي من شأنها تسهم في الحد من ظاهرة الأمراض وإيجاد بيئة صحية نظيفة رئيسة قسم المياه والنظافة ببرنامج الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف السيدة برجات بيدرو قالت إن المنظمة تقف بجانب الحكومة في مساعيها الحميمة لتوفير النظافة التي تعد أحد ركائز التنمية وفي خطابه الختامي لعمال الورشة الأمين العام بوزارة البيئة والمياه والصيد محمد أليف موسى قال إن خارطة الطريق هدفها متابعة كافة القرارات الداعمة للنظافة وإيجاد مياه صالحة ونظافة صحية عامة وأن السابع عشر من مايو هو البداية الفعلية لهذا العمل مؤكدا أن هناك لجانب فنية تتابع هذا العمل وشكر كل الجمعيات والمنظمات التي ساعدت هذا البرنامج ودع الجميع إلى تطبيق نتائج الورشة الحملة التوعوية حول مخاطر الحمل الأربعة التي نظمها مشروع دعم الصحة والبيئة أنهد عمالها صباح اليوم بالدائرة التاسعة خليل حسن صالح تعتبر بلدية الدائرة التاسعة آخر محطات الحملة التوعوية التي نظمت حول صحة الإنجاب والتنظيم الأسري تفاديا للوفيات التي تحصل أثناء الولادة وخلال الحفل الختامي لهذه الحملة تحدثت العمدة ثانية لبلدية الدائرة التاسعة عن أهمية التنظيم الأسري والاهتمام بصحة الأطفال وتربيتهم تربية جيدة مسنية العمدة على أعمال مشروع دعم الصحة والبيئة باز ممثلة المشروع زينب دوسا تحدثت هي الأخرى عن المخاطر الأربعة للحمل وما تعانيه المرأة من مشاكل جمعه في تربية الأطفال الذين هم في أعمار متقاربة عدة رسائل شهدتها هذه الحملة التوعية تناولت مشكلات الحمل المبكر والمتقارب والحمل المتأخر والمتعدد وكيفية الوقاية من هذه المخاطر الأربعة وعبر هذا العرض المسرحي استفاد سكان بلدية الدائرة التاسعة عن كثير مما كانوا يجهلونه من قبل أزاوى ختمت الحملة بأسئلة للمواطنين لمعرفة مدى استيعابهم لحملات التوعية التي نظمها مشروع دعم الصحة والبيئة باز أختم هذه النشرة بقراءة هذا المرسوم الذي يحمل رقم 1455 باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمهجر يرسم بما يلي المادة الأولى استدعي سيد محمد سانوسي عبدالله سفير فوق العذاب ومطلقة صلاحية لجمهورية كاد لدى جمهورية ألمانيا الفيدرالية المادة الثانية يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها بالمرسوم رقم 570 فاصل رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 23 أبريل 2012 المذكور علىه المادة الثالثة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمهجر ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيث التنفيذ ويسر مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجديد الرسمية للجمهورية أن جمينا في السادسة والعشرين من يوليو 2018 توقي إدريس ديبي إتنو بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضيات شكرا لكم بالانتباه والمتابعة السلام عليكم